ماذا أقول عن يوسف طب كان شاب كان ممكن يمارس الخطية مع زوجة فطفار ولكن أحبائي قال يوسف لأنه كان طاهر كان طاهر كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله شاف وهو اللي بيسلك في الحق بخاف الله شفت التوازن في الصفات عارف أنه فيه إله شاير وعارف في نفس الوقت فيه مكافأة إلهية ويوسف اللي أنقذ مصر وأنقذ كنعان وأنقذ كل الشعوب المجاورة حول مصر بسبب أمانته فإميت كمان بتعني الأمانة الاستقامة الصدق والحق أيضا ماذا أقول أحبائي عن موسى في أعلى المناصب مكتوب عن موسى موسى بالإيمان موسى ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى ما لا يرى تعرفوا ترك مصر وعارف أن فرعون أقوى رجل على الأرض سوبر باور لكن بردو كان يخاف الله ماذا أقول عن إلي في أيام أخاب قال له أنت بيتك اللي كدرته أنت اللي تربل ميكر أنت اللي بتعمل كل هذه المشاكل رجال وقفت أمام ملوك بنزاهة باستقامة بحق بإميت بالثينوس تجسيم لهذا الحق أحبائي وأمثل الكثير في الكتاب المقدس فضلوا الموت والخسارة وكل شيء بقول حاسبا عار المسيح عن موسى غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازة ترجمة نانسي قنقر